بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة وأدم التسليم تحية طيبة وبعد نلتقي معكم في خاطرة جديدة بعنوان كيف تنجح مشروعك طبعا احنا عندنا المشاريع عموما في منها مشاريع اقتصادية الهدف منها أن هي تدر دخل وفيه عندنا مشاريع معنوية يعني الإنسان مثلا بيكون بيخطط أنه يعمل حاجة مثلا عايز يحفظ القرآن مثلا عاوز يحصل على شهادة علمية معينة عاوز يطور مهارات معينة عنده وفيه مشاريع مجتمعية تمام وأسرية بمعنى أنه مثلا بيكون عنده بيت عايز يطوره أو عاوز يحدثه أو عاوز ينظف المنطقة مثلا حواليه أو يطورها أو يطور الخدمات فيها وفيه بقى مشاريع وطنية أو قومية ودي بتبقى مشاريع معنوية طويلة الأجل وبيبقى الإنسان ليه مساهمة فيها لكن بيبقى فيه ناس تانية كمان معاه بيساهموا في نفس هذا الموضوع طبعا أكيد معظم الناس بتحب أنها تعرف زي تقدر تنجح مشروعك وخاصة المشروع الاقتصادي بخصوص المشروع الاقتصادي إحنا عندنا في الإسلام حاجات علمها لنا الدين بتزيد من الرزق وتزيد من بركة الرزق الحاجات دي لازم نبدأ بيها قبل ما نبدأ أي مشروع إحنا نوين نحمله فطبعا الدين علمنا إن قبل ما نبدأ أي شيء لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم وإحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لازم نبقى عارفين إن كل شيء بيضرب بنا سبحانه وتعالى وإنك لازم يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى وإنك أنت بتعمل هذا المشروع من أجل أنك تنجحه من أجل أنك أنت تزود رزقك من أجل أن أنت تعف نفسك وأسرتك وتعفهم سؤال الحاجة إلى آخره فإنك بتعمل شيء جميل وإنك بتسعى على رزقك وده شيء حسنا الدين عليه وبالتالي أنت بتستعين بالله سبحانه وتعالى بإنك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تاني حاجة لو أنت عندك والديك على قيد الحياة ربنا يدهم الصحة والعافية يا رب فأنت لازم تبرهم بر الوالدين من أهم الأشياء اللي بيتزود الرزق وبركت دعاهم أن هما يدعو لك أن مشروعك ينجح فده أكيد بيكون دعم كبير جداً لك أن مشروعك ينجح طبعاً لو الوالدين طوفهم الله فأنت طبعاً بتتصدق عنهم وبتدعي لهم بالرحمة دائماً وأفضل شيء لأي أبوين لأن يكون عندهم ابن صالح يدعو لهم بعد وفاتهم كده يا بقى أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم وبريت والديك الحاجة التالتة أنك أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى وتكثر من الاستغفار يعني الاستغفار شيء في منتهى الأهمية وإحنا عارفين أن الدين أنه بيستغفر ربنا بيزود في رزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب وبيغفر له زنوبه وبيخلي الإنسان قريب من ربنا وحتى أنت لما تيجي تدعى ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بتكون قريب منه وتكون مستجابة دعوة وربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لك الأمور والأسباب اللي بتنجح حياتك وبتنجح مشروعك الحاجة اللي بعد كده أنك تصلى على رسول صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرضو نفس الفكرة أن زيادة الصراع على رسول عليه الصلاة والسلام بيزود الرزق وبيزود البركة في الوقت وفي الجهد اللي أنت بتبذله وبرضو بيخليك قريب من الله سبحانه وتعالى لأن رسول عليه الصلاة والسلام طبعا أخر الأنبياء وحب البشر إلى الله سبحانه وتعالى بعد كده بقى تيجي الصدقة وإحنا عارفين أن الصدقة بعشر أمثالها وإنك أنت لما بتد الله سبحانه وتقرض الله قردن حسنا فربنا بيعوضك أحسن الجزاء في الدنيا وفي الأخيرة طبعا هتقول لي أنت إزاي أنا عايز أخش مشروع وعايز أحافظ على رأس مالي وعايز كده وأنا عايز أكسب إزاي أدفع لا إحنا اتفعنا أن المشروع عبارة عن وقت وعبارة عن مجهود وعبارة عن مال وإنت بركة الوقت بتيجي بأنك أنت بتخصص جزء من وقتك بتستغفر فيه لله سبحانه وتعالى كثيرا وبتصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا بيمنحك بركة الوقت ومن نسبة لبركة المال فبركة المال في الصدقة والذكاء وبما أنك لسه يعني ما بدأتش مشروع فما عاكش الأسماء الكبير فأنت مش مطلوب منك أن أنت تزكي لكن الصدقة بتبارك في المال وبتحفظه وبتزيده ولازم يكون عندك هذا اليقين لأنك أنت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى أنت ما بتتعاملش مع بشر فالله سبحانه وتعالى وعدك بكده وبالتالي لازم تكون مصدق وعده ما ينفعش أنك أنت تجرب تقول خلاص مدفع كده واشوف لأ لازم تكون على يقين تماما بأن الصدقة اللي أنت بتتعامل حديا أولا بتحفظ لك صحتك بتحفظ لك مالك بتزيدك بركة وربنا بيزودك وبيزود رزقك عشان تتصدق أكتر فلازم تخلي بالك برضو أنك أنت تكون من ضمن الأشياء اللي أنت بتخطط لها أن ربنا سبحانه وتعالى لو نجح لك مشروعك وبقى عندك دخل كويس فإن فيه جزء ولو واحد في المية تمام حتتصدق به من دخلك من هذا العمل فالحاجة دي طبعا بتزود من فرص نجاحك في مشروعك طيب بعد ما عملنا كل الخطوات دي بقى نبدأ بقى نشوف إزاي فعلا نعمل مشروع فأنت لازم أولا تخطط كويس جدا لمشروعك دائما نصحتي أنا شخصية لأي حد أنه هو يستثمر في هوياته يعني ربنا سبحانه وتعالى هيألك هوية أنت بتحبها وبارع فيها فيه ناس بتتحب القراءة فيه ناس بتحب الإلقاء فيه ناس بتحب الكتابة فيه ناس بتحب الرياضة فيه ناس بتحب كذا بتبقى مثلا الكمبيوتر اللغات إلى آخره فأنت عندك مهارة معينة أنت متفوق فيها عن غيرك ربنا سبحانه وتعالى إدها لك أنت فأنت نصحتي أن لو فيه طريقة أنك تستثمر في هذه الموهبة فأولا هتكون مرتاح وحتكون مبسوط وحتكون متفوق فيها لأن أنت قريدي بتحبها ويعرفها كويس ومهتم بيها ثانيا بقى أنك أنت تدرس السوق كويس تدرس السوق إزاي كويس يعني أنت تشوف هل فيه ناس تاني عاملة مشروع زي اللي أنت عايز تعمله ده وإيه الطريقة اللي هما بيعملوها بيها وتحاول أنك أنت تجد طريقة أخرى أو طريقة جديدة تمام تعمل بيها مشروعك عشان يقدر يفيد الناس ويصبح المشروع بتاعك جديد ومقبول وعليه قبول من الناس طبعا يفضل أنك أنت تعمل دراسة جدوى اقتصادية لو فيه طريقة يعني أن فيه عندك حد خبير يقدر يعملك دراسة جدوى بحيث يشوف السوق فعلا فيه إيه وإنت اللي أنت عايز تعمله عبارة عن إيه بالزبط وإزاي تقدر تعمله وتنفذه وحتعمله فين وإمتى وإزاي وإيه الخدمات اللي أنت هتقدمها للناس علشان يقدر مشروعك ده ينجح بعد ما خططته وعملت خطتك كويس تبدأ بقى أنك أنت تعمل تجهز يقوله مصرح العمليات يعني مثلا تأجر مكتب مثلا تأجر شقة تجهزها تزبطها التجهيز بقى المبدأي قبل ما تبدأ مشروعك عشان طبعا لازم نقوله اللي بيبدأ كبير تمام بيكامل كبير وبعد ما مشروعك يبقى جاهز للبدء تبدأ بقى تعمل لنفسك إعلانات الإعلانات في منتهى الأهمية يا جماعة وممكن تبدأ بأنك تعمل إعلانات ده عن طريق أهلك وعن طريق أصدقائك وعن طريق الناس اللي عرفوك وتعمل ممكن تكون حاجة سيمبل مش لازم تكون حاجة مكلفة لكن لازم الخبر يوصل لمعظم الناس إن فيها جماعة مشروع والمشروع ده عبارة عن كذا وحيبتدي يقوم كذا وحيقدم خدمات كذا ومثلا طبعا في بعض الناس بتقدم أفر أو تخفيض مثلا على الحاجات اللي حتم في أول مثلا شهر من بداية المشروع حاجة زي كده وطبعا ده بيشجع الناس إن هي تيجي تشوف وتجرب وبيعمل دعاية ذاتية للمشروع طبعا طول هذه الإجراءات اللي احنا بنعملها برضو مستمرين يا جماعة في الاستغفار في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقة في بر الوالدين لأن الحاجات دي بتحفظ يا جماعة الحاجات وبتخلينا ماشيين دايما في مصار كويس بعد ما ما نكون بدأنا مشروعنا لازم كل فترة نعمل محطات للمراجعة يعني مثلا بعد شهر بعد ست شهور بعد سنة نشوف إحنا عملنا إيه يا جماعة وإيه المرضود اللي حصل من هذا المشروع وإحنا ماشيين مظبوط ولا لأ هل في حاجة محتاجة تتعدل ولا لأ ويستحسن أنك إنت يكون عندك ناس ثقات بيقولوا لك وينصحوك دايما باستمرار لأ أنت كده الحاجة دي تتعمل البطارية دي أحسن أو لأ بلاش كده أو إلى آخره وده من أجل ضمان جودة المشروع وضمان جودة استمراره أرجو أن أنا أكون يديدكم فكرة عامة عن كيف تنجح مشروعك وأتمنى إن شاء الله أن أنا أكون في التكم وألقاكم إن شاء الله قريبا في خطرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته